لكن لما جاء الملاك وبشر القديسة العذراء مريم كانت البشارة في قرية صغيرة كانت تعتبر الناصرة بلدة تقى على جبال عالية تطل على مناطق جميلة منها سهل يزرعيل هو وادي هار مجدون وطل على تلال إلى صفوري كانت مدينة رومانية والله اختار مثل ما ذكرت فتاة قانعة متواضعة خاضعة فتاة رفية عايشة في بيئة محدودة في مكان الناصرة مكانة سمعة الناصرة سمعة حلوة حتى نثنائيل من قانا الجليل قال أيمكن أن يكون شيء صالح من الناصرة وحتى لما الفرسيين حاولوا أن يجادلوا نيكوديموس في يحنى السبعة لما أعتقد وقالوا هل يعني في نبي من الناصرة افحص فحتى الاسم ما كانش يعني مكرم كان مكان متواضع وهي كانت كمان متواضعة جاء الملاك وبشر القديسة العذراء مريم كانت الناصرة زي ما حدثك قلت أن هي يعني مدينة أو بلد متضعة جدا وكان الرومانيين كتير منهم بيسكنوا في الناصرة فمش كتير من اليهود كانوا يحبوا المنطقة دي هي على أساس أن الرومانيين موجودين حواليهم بيختلطوا بالأمم بيختلطوا بالأمم فزي ما حدثك ذكرت أنه هو يعني الله يعني فكره مختلف عن فكر أي بشر وحتى يعني زي ما ذكرت السيدة العذراء في التسبحة الجميلة بتاعتها اللي هي موجودة في إنجيل لوقر الصح الأول أنه هو الله نظر إلى التضاع أمته فإذن فكر الله يعني ساعة إحنا نفكر أنه هو العظمة والجلال والقدرة بتظهر في المظاهر الخارجية ولكن الناس دايما بينظروا إلى الخارج أما الله فإنه ينظر إلى القلب لذلك جاء البلاك للسيدة العذراء في مكان متضع ورأي أن هي إنسانة متضعة ومحبة ومسلمة كل أمرها في يد الله القدوس لذلك هو اختفى ترجمة نانسي قنقر